بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما إن شاء الله بحول الله وقوتي قد نحط واحد الحزام صالح المرأة اللي ما تنشوف مع الأولاد لما تجيبش أولاد أو تتكون حاملة وتخسر لها بندم وصفة قديمة ولكن جيدة بإذن الله الناس اللي عندهم مشاكل في الإنجاب أو المرأة اللي تيطيح لها بندم ما تيبقاش الجنين تابت في في البطن ديالها أو عندها ما تيطيح لها بندم أو تتحلم الوقت اللي تتكون حاملة تتحلم ومبعد تخسر لها الجنين إذن الوصفة ديالي هي عبارة عن حزام حزام بحلكة أنشري حزام أسود أم أبيض أنت في الاختيار إما حزام أبيض وإما أسود غادي ناخد مسك سائل يكون يكون مسك أسود يكون مسك أسود غادي إن شاء الله نحاول الله وقوته غادي نحاول أنني غادي ناخد هاد الحزام غادي ناخد المسك المسك غادي نقرأ عليه نحل القنينة بحلكة القنينة نحلها وغادي غادي إن شاء الله نقرأ عليها صورة صفات وآية الكوسي سبعات المرات وغادي إن شاء الله هاد المسك غادي نبلل به آآ نبلل به هاد الحزام هاد الحزام المرأة المرأة آآ في وقت المنام تحزن به ووقت الصباح تحزن به أما إلا كانت داخلة للمرحد أو داخلة أنها آآ دوش تحيدو تخليه في وقت النوم باش ما تأثرش على حتى حاجة ما يكونش عندها تابعة ما تكونش عندها حتى حاجة وينجح معها الحمل ووقت الحمل تحزن به باش ما يخسرش لها بنادم ولكن تقرأ صورة الصفات كاملة باش ترد التابعة اللي تابعها في الفطن ديالها وفي نص الوقت غادي تحمي نفسها بكلام الله وفي نص الوقت تبقى هاد الحزام تبقى محز ما بيه حتى تخرج تولد حتى تخرج تولد ومن بعد تخبيه ما بيه الملابس ديالها أو تعطيه لشي مرأة تاية ما تنجح معها آآ لإنجاب تعطيه لها إذن أو من بعد تخليه كحاجة رمز آآ تخليه في مع الملابس ديالها إذن الوصفة ديالي ديالي دياليوم هي آآ كيف تحمي نفسك آآ بهذا الحزام ومكلم آآ معطر بالمسك تعمرهم زيان بالمسك لأن لأن أي عارض ما سيبغيش المسك وفي نفس الوقت الصافات صورة الصافات آآ تطرد التابعة وأي الكرسي سبعة المرات تحصين لهذاك البطن اللي فيه آآ تلاد أو فيه آآ الجنين باش أنك ما تتأطريش بعد النساء تكونوا في وقت الحمل تتأطروا ب آآ شياطين إلا كانت عندها تابعة أو إلا كانت عندك ما تنجحش معها آآ فعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته